62 صاروخاً هذا الرقم هو للمرة الأولى يتلكه حزب الله باتجاه فلسطين المحتلة استهدفت هذه الصواريخ قاعدة ميرون الجوية أيضاً للمرة الأولى باعتبار أنها تقع قبالة مناطق القطاع الأوسط على تماس بين الأوسط والشرقي قبالة يارون هذه البلدة التي تتعرض تكراراً كانت للقصف الإسرائيلي إذن هذه القاعدة الجوية التي أوضح حزب الله في بيانه في رسالة واضحة ليقول بأنها تقع على أعلى جبل الجرمك وبأنها على أعلى جبل في فلسطين المحتلة وبالطبع إذا نظرنا إلى الخريطة نرى أنها تقع خلف تكن الدوبيب خلف نقطة سعسع هذه النقاط التي كان يستهدفها حزب الله ولكنها على مسافات أكبر وطويلة خلف نقطة سعسع تقع هذه القاعدة قاعدة ميرون الجوية هي واحدة من اثنتين هي في شمال فلسطين المحتلة وهناك قاعدة في جنوب فلسطين المحتلة إذن لها أهمية عسكرية وأمنية وهي واحدة من اثنتين تعتمد عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي إذن هذا الاستهداف كان محدداً ومركزاً أراده حزب الله للرد على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت من خلال اغتيال الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من الواضح أن حزب الله في هذا الاستهداف أظهر أن لديه قدرات قتالية وعسكرية أكبر من القدرات التي يستخدمها منذ بدء المواجهات مع قوات الاحتلال في جنوب لبنان إطرة طفان الأقصى لم يحدد نوعية الصواريخ ولكنه قال أن هذه الصواريخ هي من نوعيات مختلفة كما أنها تتمكن من استهداف أماكن بعيدة وكننا على اطلاع بأن حزب الله لديه هذه الصواريخ البعيدة المدى ولكن أيضاً هو بدأ باستخدامها من خلال هذا الرد الأولي ولكن أيضاً لديه قاعدة بيانات عن الأهداف التي يمكن له أن يستهدفها في داخل فلسطين المحتلة أهداف إسرائيلية عسكرية وأمنية وبالطبع لديه أهداف أخرى يمكن له استهدافها في حال قررت إسرائيل المدي كدماً في خرق قواعد الاشتباك في أي حال قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتأخر في الرد نحن في هذا الصباح هناك عدد كبير من الاستهدافات الإسرائيلية على بلدات جنوبية في القطاعين الأوسط والشرقي خصوصاً كما ذكرت أن هذه القاعدة الجوية هي على تماث بين القطاعين الأوسط والشرقي تعرضت بلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط لسلسلة من الغارات ومسيرة استهدفت يارون وقصف مدفعي بالجملة على البلدات الجنوبية من حولة إلى أطراف الخيام، محيبيب، كل الحمامس كل هذه البلدات الجنوبية كانت عرضة لقصف مدفعي مركز استمر قبل لحظات دو قصف مدفعي عنيف هنا في القطاع الشرقي وارتفع منطات تجسس أيضاً إسرائيلي فوق بلدة ترميش في القطاع الأوسط كل هذا ينظر بأن التوتر الحدودي هو على أوجهي خصوصاً أن حزب الله أعلن أن هذه العملية عملية إطلاق الصواريخ 62 هي الرد الأولي إذن بالطبع سيكون هناك تأهب لدى قوات الاحتلال لتوقع استكمال هذا الرد لذلك نلاحظ بأن القصف المدفعي عنيف وعنيف جداً منذ ساعتين حتى الآن باعتبار أن العملية كانت بعيدة الساعة السامنة من هذا الصباح والرد الإسرائيلي عنيف وعنيف جداً على البلدات الجنوبية أشكرك من جنوب لبنان كلودي أبي حنم ورسلة الغد ترجمة نانسي قنقر